هذا ويتوالى وصول لوفود الدول الإفريقية المشاركة في القمة إلى قاعدة أندروزا بولاية ماري لاندا ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم خلال القمة تأتي هذه الخطوة بعد طلبات من رئيس الاتحاد الأفريقي فيما تعد جنوب أفريقيا العضو الوحيد في مجموعة العشرين من أفريقيا ترجمة نانسي قنقر